هي يقول لك أصلوه تعرف الأهلي عنده أزمة في المهاجم كلها مش مقتنع بالمهاجمين في الفريق فإحنا مستنيين ليناير عشان الأهلي يدور على مهاجم يجيبه مع الخمسة اللي موجودين طيب ما تجرب اللي تحت جرب مرة جرب خد المخاطرة خدها مفيش مشكلة ما هي بايزة بايزة يعني لو أنت عندك مشكلة في مركز المهاجم ما هي بايزة طيب يعني هي هنجربه ما إحنا جربنا الخمسة اللي موجودين وما تلاقوش كويسين تروح عند الزمالك يقول لك أصلوه إنش لما غاب دفع الزمالك بقى فيه مشكلة انزل تحت أقوة أنت طلعت قبل كده حسام عبد المجيد انزل تاني انزل شوف تاني واصغر من حسام ده أنا هفرح جدا جدا يوم ما لاقي الأهلي والزمالك بيلعبوا بيلعبوا لعب عنده 17 أو 18 سنة في مباراة تقيلة في الدور مش كمان إيه تستنى مباراة في كاس الرابطة ولا يعني في كاس مصر تبقى مباراة سهلة شوية وتلعبوا لأ إنزل شاركو في الدوري اديله الثقة الراجل النهاردة اللي نزله يوريكروب الأولاني قابل محفظ اسمه يعني لما نزله أول ما نزل سجل هدف أول ما نزل سجل هدف وإيه بمروغة للحارس كمان يعني روغ الحارس وسجل الهدف فيه بعد كده جمال سكهم بيديها المدرب ليه لعبية يجي واحد يقولك أصله من يحتاجين ستيفن باجي تشيتش سربي هو أصله سربي فعش كده هتلاقوا تشيتش دي كتير بقى باجي تشيتش ده اللعب اللي أشراكه النهاردة وسجل الهدف التالت ليه ليفربون النهاردة يوريكروب أشراكه وخد السقة واللعب نزل وراغ الحارس وسجل الهدف حلو سهلة يعني خليك جريء خليك جريء هتحسيب لك هتحسيب لك كمدرب وكإدارة لكن انت هتفضل طول الوقت خايف مش هتطلع لعبة عظيمة يعني ولعبة جديدة